السوادس الحلوين راح اشرح لكم اليوم الفرق بين القان والبين يوم تنختار القان و يوم تنختار اللبين طبعا كل السهلة نرجع نقول القو شنو ماضيها وين تصريفها يا ام قان يا ام بين اذا اذا انا هنا يصير السكال و هنا يصير الخلال اللي اعدكم القان معناها ذهب الى مكان empreز ولم يرجع منه ذهب الى مكان тест البين معناها ذهب الى مكان empreز ولنواد czasu لهذا نسميها كانة عدنا مكلمات و مفردات نستخدمها نستدل منعتهن يمتن اختار البين ويمتن اختار القان طبعا انا لان ذاكرة شوي عدي مشكلة بيها اشرح وارجع مرة ثانية my father has to work ابي هنا عندي العمل احناش قايل لي هي استيكن طبعا دائما اغلب الاحيان نستدل من الجملة الثانية هي استيكن قشورنا وقاعد ياخد لدوش الان معناها راح للعمل ورجع اذا اشرح اختار البين اوكي احنان I have never china طبعا هاي الجملة كلش مهمة صفحة 150 وخمسطعش بكتابكم النشاط النقطة الخامسة نصا ودائما تجو تتكرر I have never معناها ابدا معناها يدل على النفي to china but I'd like ولكن اتمنى اروح انا ما راي حتى اقول الاستخدم القان فراح اخلي منه البين النقطة الثالثة number three علي هاز return عادة عادة معناها راح ورجع from Dubai هاز بين همينش راح اخلي هنانه بين لان راح ورجع اوكي وذي البدري فامولي isn't here ما موجودين هنانه they have own holiday لو قايل هم وهنانه اشان خليين البي معناها راح ورجع وفاش راح اخلي هنانه القان واضح والنقطة number five my mother هاز فراغ امي وتمكة الى المكة شي العفو شي comes back هي راح تعود tomorrow بعدها ما جاية فاش راح اخلي هنانه اخلي القان طبعا كل السهل الموضوع اريدكم وتركزونوا يا حتى بعد ماكو اشكال المحاديث اني عنه